لا بدل المتظاهرين في بغداد عن وجهتهم والوصول إلى المنطقة الخضراء التي لطالما تمكن سياسيها من الالتفاف على مطالب الشعب الغاضب بوعود لم يتحقق منها شيء لكن اليوم ليس كالأمس حيث يصر المتظاهرون على التمركز على جسري الأحرار والسنك وجسور أخرى وعدم التراجع رغم الرصاص الحكومي وقنابل الغاز الكثيفة التي تسببت بقتل وإصابة العشرات يوميا اعتراف المرجعية في النجاف في خطبة الجمعة بأن الظلم الواقع على الشعب هو الأساس في هذه الثورة كان الأشد وطأة على الحكومة في بغداد من كل ما سبق ووضعها في حرج آخر لم تستطع الخروج منه كما فعلت في الماضي حين كانت ترتكز على دعم المرجعية لتبرير الواقع المر الذي وصلت إليه البلاد بحجة الإرهاب بالتوازي مع ذلك تكشف مصادر حكومية عن توافق أحزاب سياسية مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم مواصفتها بأكباش فداء للقضاء كورقة جديدة لتهدئة المتظاهرين والمرجعية على حد سواء لكن دخول النقابات المهنية بالمقابل على خط التظاهرات بشكل أوسع عما كانت عليه ورفض شيوخ القبائل الأصلاء التفاوض مع عبد المهدي يؤكد كما يرى مراقمون أن قطار الأخير لن يوضع على السكة كما يشتهي وسط زيادة رقعة التظاهرات لتشمل عشر محافظات عراقية رأس حربتها بغداد وأخرى تنتظر على صفيح ساخن لتجاوز القيد المفروض عليها إنها إرادة الشعوب من يتحدى هنا تتأخر نعم لكن لا تنكسر